لسه مع النادي الاهلي لكن في كورت اليد يد الاهلي سوبر على حساب الزمالك في أربع دول مختلفة الحياة من الاسبوع ده كان فيه مباراة عظيمة جدا قدمها فريق اليد في السوبر الافريقي اللي توج به على حساب نادي الزمالك على أرض الجزائر في مدينة وهران الجمال مش بس اننا بنكسب البطولة ونتأهل بطولة السوبر جلوب اللي هي كاس العالم للأندية يعني بتاعة كورت اليد لكن كمان انت بتفوز للمرة الرابعة بالسوبر الافريقي على حساب نادي الزمالك أربع مرات في أربع دول مختلفة وتوج الأهلي بلقبه الأول في كاس السوبر الافريقي عام 2017 بالفوز على الزمالك في مورا وقيمة بالمغرب ثم حصد اللقب الثاني في عام 2022 على حساب الزمالك أيضا في ناجيريا وفاز باللقب الثالث في 2023 على الزمالك في صالة الأمير عبدالله الفصل في النادي الأهلي ثم حقق الرقب الرابع على نادي الزمالك في الجزائر نجاح كبير جدا لمنظومة كورت اليد في الأهلي والنشاط الرياضي بشكل عام تحت قيادة مجلس أدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي واختياره للكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي اللي بيقدم شغل على أعلى مستوى منذ تولي المسئولية الحقيقة اختيار موفق جدا وكابتن خالد العوضي واضح مجهوده في كل الألعاب الألعاب الصلاة والألعاب الفردية اختياراته لفرقة دي عملت صفقة واحدة بس وكان من ضمن احتفال النادي اللي هما احتفلوا بأنهما صفقة واحدة بس جابت البطولة يعني كانوا بيقولوا المال الحلالة هو القفل شهير طبعا بتاع رمضان لكن هي فعلا الفرقة دي جات من مستوى كان طبعا كان بينافس الزمالك وكل حاجة لكن كان دايما فيه فكرة ان انت بتخصف في آخر الماتش مدرب زي ديفيد دي بيز قدر يطور من اللعابة اللي موجودة جدا اختيارات اختيار المدرب نفسه اختيار ديفيد دي بيز نفسه كان صراحة يعني اختيار موفق جدا قدرت ان انت تعرف تكسب ماتش الزمالك رغم ان انت كان دايما حالتك بتبقى حسن منه بس ممكن الماتش نفسه ادارته كان بيبقى فيها مشكلة دلوقتي انت بتكسب السوبر الرابع ومن نفس الفرقة في أربع دول مختلفة ده إنجاز كبير جدا بشكر النشاط الرياضي كله لان طبعا نشكر كلنا يعني النشاط الرياضي لانه الحقيقة قدم اداء وموسم مختلف في كل الالعاب الحقيقة يعني الكابتن خلد العواضي دعمه ودعم مجلس الدارة بيقاط كابتن محمود الخطيب الحقيقة يعني في كل الالعاب فيه نتائج مبهرة